اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفس الاتجاه إذا كان في بناتهم خلافات الخلافات نوعين خلافات بناءة خلافات هدامي الخلافات البناءة هي اللي لها علاقة بالسياسات والإجراءات وتحسين خطوات وسير العمل هذه الخلافات البناءة يجب أن تأخذها الإدارة تدونها وثم تحولها إلى قسم السياسات والإجراءات لتعرف أنه هل هناك طريقة أفضل لتأدية العمل هل هناك شروط عمل أفضل هل هناك كيفية أحسن لخدمة الزبائن أو للمنتجات أو غيرها إذن هذه هي الخلافات البناءة أما خلافات الهدامي التي سنتحدث عنها الآن هي الخلافات البينية بيقولوا أغلبية الأشخاص بيتركوا عملهم لأنه في عندهم شيء اسمه بيرسوناليتي كونفليكت شعني بيرسوناليتي كونفليكت يعني بتلاقي أنه في عندك الشخصيات بين الأشخاص في خلافات الخلاف الشجار النزاعات يجب أن تتكلم أن تتعلم التالي أثناء دخلك في حلة أن الطريقة التي تتكلم بها أهم بكثير من الكلام الذي تتفوه به الناس تحكم عليك من خلال علاوة نبرت صوتك انفعالاتك أكثر من الكلمات التي تقولها يعني لو أنت شفت واحد تاني يتدوا أنا بحبك فهنن شو هيخدوه أنك أنت عمد خانقه ما بيصنعوا كل مد أنا بحبك رخمتني تذكر أن الكبار يتصالفون مثل الأطفال مهما على مناصبهم الوظيفية أو درجاتهم الجامعية عندما تكون بيئة العمل محرضة لذلك وعندما تدخل المشاعر والعواطف ويصير هي المعيار قبل أن يكون العقل والحكمة رخم ثلاثة يجب أن تحمل الموظفين مسؤولياتهم دائما تجاه وصفهم الوظيفة المناخ الوظيفة تجاه الشركة تجاه قوانين البلد تجاه سمعتهم الشخصية مكانتهم الاجتماعية خلفيتهم العلمية بعدين أعرف دائما أن الناس تلتحق بالشركة وتستقيل بسبب مدير الشركة الناس تلتحق أنا مثلا دخلت للشركة الفلانية مثلا رحت لشركة مثلا XYZ عالمية فت عليها أنه اسمه كبير اللي بيخليني أترك الشركة هو مديري المباشر إما بالشكل مباشر أو بالشكل غير مباشر تركني أختلف مع زملائي ولم ينصرني ولم يوقفهم ولم يساعدني على أن أخرج من هذا الخلاف رخم اتنين الموظف المثالي بتلاقي حينما في عنا موظفين مثاليين في باريتو رول أنه 80-20 رول 20% من الموظفين يخومون بـ 80% من العمل هالـ 20% الفرق منهم Active Searcher for Work من يبحث عن عمل فرصة عمل حتى يستقيل وبين من لا يبحث عن عمل هو هزة بدن وحده هزة بدن وحده جوات الشغل تجعل موظفك المثالي يعمل update للسي في عشان يدور على العمل الثالث في نقطة هامة أيضا هناك نوعين من الاستقالات هناك استقالة جسدية عندما يقول الشخص أنا استقرت مع السلامة يأخذ تعويض نهاية الخدمة يقول له إلى اللقاء هناك شخص يستقيل داخليا يصير الطلاق الداخلي يأتي إلى العمل ولكنه منفصل مشاعريا عن الشركة نقول ما هو عكس الحب ليس عكس الحب الكراهية الحب والكره هو عبارة عن شيئان ملتصقان مع بعض من تحبه وتكره إذا عمل معايا تصرف تتذكر ويتكامل إذا كان في واحدة مخطوبة فجلها بتدقله خطيبة على الموبايل أول مرة يعني مرة ما برد عليها بتقول له أنا بكرهك أنا بكرهك أنا مش عاوزاك وجودة بتصعليها تقدر أعظام يشتقتلك فالحب والكره هي شيء واحد عكس الحب عدم المبالاة إذا أنت بتحب ابنك وليت ابنك عما يلعب الفيديو جيمز فأنت هون بتكرهه تكره تصرفاته وأنك بتحبه إذا شفت ابن جيران عم يلعب الفيديو جيمز يو دونت كير عدم الحب عدم المبالاة وهذا الطلاق الذي يحدث من الموظف عندما تتقع هناك مشكلات في العمل لا يتم حلة بشكل سريع بعدين إذا أنت كمدير موارد بشرية بكتعرف أن الحديث مع الموظفين يجب أن لا يكون منطقي يجب أن يغلى في المنطق بالعواطف والمشاعر والأحاسيس والتآلف والتعاطف المنطق واحده يجرح المنطق واحده يقتل المنطق واحده يولد مشاعر الإحباط تتعامل أنت بالمنطق والعقل مع أثناء البرمجة تعمل كودينج الكمبيوتر ما حينزعج عندما تبدأ بالحديث تبدأ بمشاعر بعاطفة بتشجيع بثناء ثم تعطي بلطف سأهديك بعض الأخطاء سأهديك بعض الملاحظات تجعلك أفضل تجعلك أنجح وتعطيه ملاحظات سلبية بلطف ثم تنهي بتشجيع أنت إنسان قوي أنت قادر أن دائماً همتنا ثقتنا فيك عالية إذن لا تتحدث فقط بلغة المنطق حاول أن تتجع مع المنطق لغة العاطفة والمشاعر فالأناس دائماً الناس البشر يأخذون أغلب قراراتهم من العواطف والمشاعر والأحاسيس وليس من المنطق وحده بعبارة ثانية كم واحد يعرف أن الدخان قلط بلطف ليش لأنه موضوع المنطق هو الأساس الموضوع المنطق هو الأساس فما بعض إذا الصوت واضح إذا كان الصوت واضح بس اكتبوا لي واضح إذا بتعمله معروف إذا عاد عن اسمانها المدير المخطئ الذي يعتذر عن أخطاءه هو أقوى وأشجع وأكثر بطولاً المدير الذي يقهر الموظف بمنصبه الإداري ويتجاهل أخطاءه طيب إذا صار لنا خلافات خير نحتمل نطول عليكم ما هي خطوات الحل نحن ما نطول بهاللقاءات أول شيء شكراً أستاذ همام واضح شكراً جزيلاً ثلاث خطوات ذهبية يجب أن نتبعها مع كل الموظف وتوثقها في محاضر الاجتماعات لأن الخلافات احتمال كبير تتفاقم وقد تصل إلى محاكم وزارات العمل أول شيء كمدير يجب أن تستمع وتصغي وتنصت لكلام كافة الأطراف وليس طرف واحد يعني بعبارة تانية يبقى لك تقعد أنت تحط محضر اجتماع تحط كاميرا تحط تسجيل على حسب نوع الخلاف وكالباً أننا نحن نسجل أنه حتى يرقبوا ألفاظ وما يسلبوا بعضهم لبعض إذا كان في لقاء بين المتخالفين رقبتني بعد أن تكتب هذا الخلاف يجب أن أنا سأتحرى وأودقق بصحة ما قلته حتى ما يقولوا والله نحن كل شيء نحكي للإدارة هي بتسمعوا فيجب بعد تدوين الخلاف هاون أو تأجيل رقم ثلاثة بعد ما تستاخد الخلاف تتحرع عن الموضوع استخلص النتائج قبل أن تأخذ أي قرار معنى آخر تجنب على القرار الانفعالي تجرب على القرار السال السريع انتقاء الألفاظ أهم الكلمات التي يجب أن تستخدمها أثناء الحوارات الحاسمة هي أنك تعطي كلام لا يجعل لا يضع الطرف الآخر لموضع دفاعي أو هجومي وحسن طريقة ذكرت في الكتب أنه تقول كلمة هي نحنا فهمنا من كلامك التالي ما تقول أنت قلت أنت شتمت أنت عملت لا ههم تحطوا موقع دفاعي بيلك لا أنا ما قلت أنا ما ساويت هذا الشيء ما حصل لا نحنا اللي فهمنا من تصرفاتك التالي نحنا اللي فهمنا من كلامك التالي أفعالك خلتنا نشعر تالي فتصرفاتك تركت عن الانطباع التالي لاحظنا أنك أنت لح تضربه شويتاني لح تشتمه شويتاني لاحظنا أنك ستكسر الباب أنت عم تسكره فكلمة تقوله لاحظنا ما في إلك والله لا ما بتقوله أنت كسرت الباب أنت خبطت الباب ما خبطت لاحظنا أنك ستكسر الباب إذن انتقاء الألفاظ يجب أن تكون دقيقة جدا وينصح بكلمة إلى علاقة نحنا فهمنا نحنا شعرنا نحنا حسينا تصرفاتك تركت عن الانطباع التالي بعدين ويصير عندك الموضوع واللقاء حنشوف نحن الحوار كيف حيكون السيناريو تبعه استخدام المنطق يجب أنك تستخدم كلمات الطرف الآخر حتى تحمله تحميل الطرف الآخر مسؤولية أفعاله يجب أن يدرك هو أنه الانطباع اللي تلكه عنه هو مسؤول عنه الشعور اللي صارت عنه هو السبب اللي فيه وأنه هو إنسان عاقل راشد قادر على أنه يكون إنسان مثالي في بيئة العمل لازم يكون فيه شيء من الشعور بتأنيب الضمير يعني بعبارة تانية عندما تسأل الشخص ثلاث أسئلة هاي بالمبيعات بنقول السؤال الإجابي الأول بيكون من العقل الجواب الثاني نفس السؤال من العقل السؤال الثالث بيكون من اللاوعي من العاطفة يجب أن يشعر الإنسان أنه هو مسؤول وأنه يصير عنده تأنيب ضمير هالمشكلة لو كان فيه تصرف في طريقة ثانية ويتجنب كل هذا الخلاف ويصير عنده تأنيب الضمير صار عنده مستوى المشاعر ويتبتحكي معه مشاعر زائد منطق صار فيه ياخد قرار صار فيه التزم بالقرار بعدين أيضا من باب المنطق يجب أن يعرف دائما أنه يكون عنده عنكم احترام بيعرف شو هي قوانين العمل ما يكون ما عنده فكرة شو هي القوانين شو هي اللوائح شو هي التبعات تير من أوقات الواحد يفكر الدنيا سايبة فجأة يتفاجأ بلاقي العقوبة صالمة أكثر مما توقعها يجب يكون هناك في على الأمور السلبيات وعلى حل الخلافات داخل العمل اللي هي تناغل المصالح حين نرجع أنت حت حالك محل مدير شركي أنت الآن أسست عمل وضعت إعلانات أتاك موظفين عبت عليهم حتى فرزت من ألف سيلة ذاتية يجاك أربع خمس موظفين كل واحد من المكان مختلف من بيئة فلفية مختلفة من عقلية مختلفة من دراسة مختلفة أكثر ما يزعجك بعد ما تدربهم ويساويهم ممتجين وتروح تعمل المشاريع ويكون عندك زبائن ويكون عندك وعندك التزامات تجاه البنوك وتجاه مسؤوليات كثيرة أن الموظفين عم يتخانقوا مع بعضهم البعض فأكثر ما يزعج لك التوترات الشخصية داخل العمل بتسم بدن المدير بتشعر أحيانا أنك عندك جبال من المهام المتراكمة عوض ما تروح يشتولوا عليها ليل مع نهار صوت أنت بدك تطر ما تعطيهم شغل حتى تراعي مشاعرهم حتى ما يتخانقوا ليش عطيت فلان أكثر مني ليش شغلت فلان أكثر مني وأنت نفس الوقت عندك دول الموظفين لك الموهوبين بإنت اخترتهم بعناي ودربتهم ما بدك يهم كمان أحيانا بتلاقي حساسين أو مرهفين مرهفين الحس الشخص اللي بيشتغل من قلبه كل ما ازداد العمل بضمية كل ما ازداد إنسان يكون مرهف بالحس أكثر حساس لكل كلمة لكل تصرف لكل ابتسامة لكل تنمر قد يحصل من زملاءه في العمل وهناك تنمر يحصل تجاه الموظف المثالي أنه دائما بتلاقي الموظفين اللي ما بيشتغلوا بضر الموظفين عم يشتغلوا أنه هدول الناس مزعجين هدول عم يلفطوا الأضواء لتقاعصهم عن العمل فبتلاقي أنت كمدير إذا ما حميته هذا الموظف اللي حساس كل بساطة كونه مثالي حيلاقي بيئة ثانية يشغل فيها وخضي يكون أنت دربته حتى يشغل عن منافسي منك يعني صور أنت إذا جاهلت المشكلة بعد حدوثها ويطلع لجذور وتكبر ويصير في عندك لوبيات وعصابات جواه شركة وهي شلة فلان وهي شلة فلان وهي شو بيصير عندك بعدين عود بقى حل المشكلة من أولى أحسن إذا من المدراء من يتجنب هذه المشكلات حتى يفاجأ باستلام استقالات من الموظفين المثاليين وبالتالي عليها أن يبدأ نحلة التوظيف والتدريب ومرة ثانية في شيء نحنا من صغرنا نحنا علمونا وهذا نحنا ربينا عليه شو ربينا على شو ربينا على إصلاح ذات البين يعني حتى بتلاقي نحنا في عنا كتير من الأحاديث من الآيات حاذكره أنا بالكوميت إن شاء الله عن إصلاح ذات البين يعني هذا الشيء مو أنت كمدير فقط قد يكون أنت موظف داخل شركة وتلاقي وموظفين اختلفوا مع بعضهم البعض هذا الاختلاف مع بعضهم البعض حيولد بعد فكرة ضرر لمصلحة العمل وبالتالي أنتوا مركب واحد بتغرأ مثلا من الأشياء اللي أنا أفضل من الصيام بما معنى والصدقة وكذا قالوا بلق على إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة يمكن في آية بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجوهم إلى من أمر بصدقتين أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن نفعل ذلك بتغاء مرضاك الله فسوف نؤتهي أجرا عظيما إذن هذا واجب ديني واجب إداري واجب شخصي إذا كان في خلافات نحن نحل أنت الآن مدير بالشركة ما هو الحل المحترح عندما تظهر الخلافات لسطح تتكرر أول مرة تاني مرة بتكون أول شي الخلافات مثل الجبل الجريدين من الشاعر عم تنمو داخل قلب الإنسان بسمع ما يبوح فيها مجرد ما طلعت المشاعر وتروح بتعمل التالي أول شي إجاب أن تجتمع مع كل موظف على حدة وأخبرهم كيف تنوي أن تحل المشكلة فهي نسمينا نحن تعريف المشكلة أول شي بس وفي عنا هشام وفؤاد موظفين اختلفوا مع بعض الاثنين مثاليين وتقول نادي له هشام أقول له هشام اجتمعت معك على انفراد ساجتمع مع فؤاد على انفراد أيضا أريدك أن تتفاهم ضرورة حل هذه التوترات التي دفتت نظر الجميع داخل الشركة ولاحقا سيشعر بها الزبائن أريد أن أسمع وجهة نظرك الشخصية وسأخبر فؤاد بما سأسمعه منك عندما نجتمع معه لاحقا فأن انت عم تعرف المشكلة بيقول عندما تعرف المشكلة فقد وصلت إلى نصف الحل فبتقول له أنت أنا بيسمع وجهة نظرك ووجهة نظرك هنقلها لفؤاد وبعدين بيسمع وجهة نظر فؤاد وحنقل لك وجهة نظره لإلك بعدين هنجتمع نحن ثلاثة وتقعد تحكي أنت وفؤاد بعد ما عرفته شو وجهات نظرك من البعض حتى نتفق سوية على الحل إذن الخلاصة لدينا كلمتين what how what ما هو الخلاف how كيف نصل لحل الخلاف بتقول له بهذه الطريقة سنكون كلنا على دراية بوجهة نظر كافة الأطراف وحل الموضوع من وجهة نظر الجميع لازم تعرف أنه كلنا نتعاون من أجل إيجاد هذا الحل الكرسي يتعرف على وجهة نظر الطرف الآخر قبل الاجتماع يعني ما في عندنا يعني ما في شيء أنت عندك خلاف مخبيل حتى وقت الاجتماع بدك تروح تطالعه بشان تفاجئنا فيه هلا أنت كإنسان عاقر راشد عطيني كل شيء عندك أسباب للخلاف لا تقول لي نسيت لا تقول لي غابت عن بالي عو تفكر وعطيني شو سبب حتوتر الناشئ بالشركة والكل شعار فيه فهون أول شيء بتاخد من هشام بعدين تاخد من فؤاد بتقول لهم سنحل هذا الأمر كراشدين كمحترفين أنتوا حكماء أنتوا ناس ممتازين سيرتكن ذاتية غنية أنتوا أرجيتوا الحكمة والبراعة بعملكم هتجونها للحكمة والبراعة كيف حتحلوا خلافاتكم مع بعضكم البعض نتعامل بعض باحترام بلا باقة بأدب ما في خروج عن الأدب حتى أثناء الكلام الطريقة التي تتحدث بها أقوى وأكثر هي بالنسبة لنا أقوى دلالة من الكلمات التي ستتلفظ بها فهون وقال أنت بعد ما يجي هشام ويقول لك شو المشكلة قال له يا هشام أنت بوجهة نظرك شو الحل لهالموضوع كيف نحن فينا ندفن هذا التوتر إلى الأبد ما بدنا نحييه مرة تانية بوجهة نظرك شو الحل أنا بوجهة نظرك حنقلها لفؤاد طيب أنت بوجهة نظرك يا هشام ما كان سألانا إحنا ما هي المشكلة بوجهة نظرك ما هو الحل من وجهة نظرك طيب من وجهة نظرك لماذا فؤاد عم مشعر بالتوتر منك ليش أنت الشخص السفزازي لفؤاد طيب بعدين هشام أنت بلك تحل المشكلة ولا لا بيحل طيب شو في تغييرات ففيك أنت تعملها حتى تمنع التوترات من الجذرة شو المساعدة فيك تقدمها كي نخلق بيئة عمل مثالية ما في التوترات نفسية خيان كلنا نتكبر الشركة سواء نكبر معها عوض ما نقعد نكسر المركب اللي إحنا بنناه مع بعض وكاد يمينا وعرق جبيننا هون بقى أنت أخذت الكلام تبعا يشام دونته سجلته أخذت معلوماته سجلته يعني بعبارة ثانية بيقول لك ما بيقول لك أنا ما قلت هذا شي ما صار لا ورغم اثنين سمعتهم من الطرف الثاني بيجي بعدين اشيماعة الثالث اشيماعة الثالث لك تعرف احتمال أنه يكون في شي خطوه عليك يعني مثلا على سبيل المثال الاثنين عم يروحون لنفس الزبوم والعمولة كبيرة فهون في تنقض مصالح بيناتهم وأثناء الحديث ما دوني نخبره الإدارة لما جلسوا مع بعض صار ماذا صار هناك احتمال أنه نخبره الإدارة فتوقع أن تتفاقم الأمور توقع أن تخرج عن السيطرة فأنت هون ضروري أن تسجل الاجتماع تعمل محضر اجتماع هذه الأمور يجب تدوينها وضعها في ملفات الموظفين عندما تستمع لكل موظف اطلب منه أن يخبرك كيف يلحل موجهة نظره قبل الأشيء مع الثالث لماذا يشعر بالتوتر منه حكي أن آه ها شو تنازلات حيقدمها توقع تفاقم الأمور وعندما تأتي تلد إليك أي مشكلة أنت دائما حتوثق الأخوال والأفعال أحيانا بيقلك أنه خلي الطرف الثاني أنه في بعض الشركات أنه أنتو اكتبوها يعني عحسب نعلم وظف إذا كنت عم تشغل مع ناس مع ناس تمرسوا على كتابة التقارير وكذا ببيئة إدارية تقديم الخدمات المثال أوكي ما أقولي أما إذا عم تشغل في مكان بيئة معمل أو بيئة عمل أنهم كتبولي أعط بأسانا حتى يكتبو لك افتتح الاشتماع بالتالي الشتماع الثالث أنهم كلكم لحدة بيناتكن يخبي شيء جوات قلبه نحن قاعدين نتصافة لمعاتبة صابونة لقلوب نحن جالسين نحل هذا الخلاف هذا الاشتماع آخر الاشتماع ودي سنجلسه سوية لحل هذا الخلاف اللي بيخبي شيء سيتحمل تبعات هذه التخبئة للمستقبل فهون افرغ ما في جعبتك من مشاعر سلبية من الافكار خلنا نتخلص منها في حال اخبأت اي شيء انت مسؤول بعد هذا الشماع يكون نحن صابونة قلنا شو المعاتبة صابونة القلوب حد نرجع بقلوب بيضاء صافية تجاه بعضنا البعض موظفين جدد قلوب صافية انتوا بعدين سأحملكم مسؤولية اعادة بناء العلاقة بشكل صحي وسليم ضمن قواعد روح فريق العمل الواحد هل نحن متفقين على هالشي خد منهم كميت من هل كلامي مفهوم ام عيدوا عيدوا لي شو حكيت خليهم هنين يعيدوا شو سمعوا لانه بيجوا بالحل الخلافات بيكون كل واحد عم يفكر شو بيحكي فهنين بيكون معهم ما يصغوا عم يهزوا برأسهم بس فعيدوا ويقول لك نحن والله هذا الاجتماع لازم يقول لك هدف من الاجتماع أنه نفضي كل شي جوات قلبنا صابوني المعاتبة صابوني للقلوب بعد هذا الاجتماع ونطلع نحن موظفين جدد قلوبنا صافية تجاه بعضنا البعض ونحاول نساوي فريق عمل واحد نحن متحمل مسؤولية ونحن ملتزمين ونحن ملتزمين ونبني العلاقة مع بعضنا كموظفين مثاليين ونكون مثل أعلى نحن متفقين ونحن كلامك واضح ونبعدين تنتقل بقى لازم يحكوا مع بعضنا البعض ما يقول والله هو قال هي قالت هو عمل لا بيقول له انت هيك قلت والتاني يا انت هيك قلت خلي الكلام مواجهة خلي الكلام مباشر ما يكون الكلام هو قال عم يتنوه على الأرض أخي هو هيك قال لي عم يتنوه على الأرض والتاني هداك هيك عمل لي لا أخي لا عدوا مواجهة بعضكم انتوا بالغين راجدين شو خايفين من بعض حتاكلوا بعضكم من بعض نهو وقع عليه بقبق عينك على بقبق عينه عد احكي انت ويا طالع لي بقلبك فضي همومك لا ترجع بعدين تجع طول الليل ما تنام عندك بقى مشاعر سلبية ومخلق عم طالع لك عمورد لك أفكار سلبية أفكار سلبية ترجع تاني يوم لا ترجع المشكلة تكبر مرة تاني ومرة تارتي ونوعد نحن مثل الولايات صغار عواد ما نتبه للشركة وتطوير العمل عادينا عما نشتغل كيندرغاردن انتو تسالكن عشلاتين سنة عم تدرسوا وتتعلموا تشتغلوا صورتوا كبار بالغين راجدين كل واحد بناتكم تعطيه قرية بيحلل لك المشاكلة ما ركنوا قدرين تحلوا مشاكل بعضكم تحكم مع بعضكم البعض وانتو الزملاء بالعمل عم تاخدوا وراتب من شركة واحدة عم تشربوا مية واحدة عم تشربوا من دولة القهوة واحدة خليهم يعدوا مع بعضهم البعض وعندهم يحكوا خليهم يشجعوا على كلام مو انه هذا كلمة متن مرجع هذا اللي انا شعرت فيه تجاهك مواقفك جعلتني اشعر كلمة شعور معناتها ما يوجد كيفشي اسم الصح او خطأ اذا قلتلك انا والله يشعر انه انا جوعان فيك تقولي والله انت غلطان لا فيك تقولي انت صح لا كلمة شعور ما فيها صح وخطأ فخلي كل طرف تصرفاتك خلتني اشعر بالتالي تنمرك خلاني اشعر بالتالي وبالتالي هذا انت محتوى تبوخ ادفاعي وتقولي ان تصرفاتك صارت تشعر بالتالي سيشعر بتأني بتأني بالضمير اذا شعر الموظف انه مذنب سيتحمل مسؤولية افعاله بالمرة القادمة شعوره بتحمل المسؤولية سيتفعل لمراقبة حتى الصرفات التي ازعجت هذا الطرف يجب ان يشعر كل طرف لماذا انه يجب ان يعرف كل طرف لماذا يشعر الطرف الاخر بهذه الطريقة بعدين اخبرهم انه المشكلة حلة بايدكم والمفتاح بايدك بعد فترة اذا كبرت المشكلة طبيعات قانونية طبيعات ادارية ولاحة عقوبات يطلع الحل من ايدك فهذا اسمه جلسة حل ودي لا طالوا الحل من ايدكم نطلع من هون ودوم نلاقي حل انه يحوارك بالكلمات التالية اخذ تعهد من طرفين بالالتزام بما يقرب المسافات يمحي الخلافات يجعلهما مثلا اعلى في التعاون روح الفريق بين الزملاء ما بيقلك لا تاخد صدي او محب الا من بعد عداوي اخبرهم بعدين اذا تكرر الامر فانت واجبك الوظيفي ستضطل للتعامل معه من باب لائحة العقوبات وليس من خلال الحل الودي في حال تكرر الامر ضغري لفت نظر خطي لا تاخد ومعاد في عنا هنا بليزر وجاي ترضي لأطراف نصائح اخيرة طورنا عليكم سامحونا الحزم مع المشكلات هو الحل لا تجاهلها لحين ان تكبر ويصبح لها جذور ولوبيات جواة الشغل لها جماعة فلان وجماعة فلان وعصابات في العمل وخطوصا سكنوا رؤساء اقصام فهذا بيروح بقى بيجيب للموظفين ولا تحكم مع فلان وإذا جاكم شيء من شغل منه اخروا له وفتنا بقى بالبولاتيكس وفتنا بقى عمل وصخة لا رقم اتنين اذا خلق مناخ شفافية في العمل يستوجب ادارة التعامل بحزم مع الخلافات ومنع المزاح اثناء العمل مكان مقدس العمل التنمر ممنوع التنمر على الاخرين ممنوع الكلام الذي يحمى الوجهين عشان هيك بالاتشار رحنا عننا شيء اسمه كود اوف كوندكت هالسالات كلهم موقع عليها بعدين احيانا كثير خلي بالك دائما هذا السؤال هل هذا الخلاف يستوجب مني كادارة اعادة النظر في سياسات واجراءات العمل وتطويره يعني خلاف نشأ نتيجة سياسات واجراءات العمل اما الخلاف عاطفي فنرجع نقول في عنه هذا الخلاف الذي يؤدي الى تطور العمل وانت بتلاقي مثلا القطارين حيفوتوا ببعض فبتغير سكة القطار اما اذا بتلاقي واحد دائما خلقه من الثاني فهن ما حتغير له سكة طريق تفكيره اخر شيء اخر كما يقولك اها الاذن الصاغية منك كمدير هي افضل حل لتطيب الخواطر بين الاطراف ارجو ان يكون في هذا الكلام فائدة هذا نحنا كل اسبوع ناخد حوارات مناءة في المباراة البشرية لانه احد ادوار الادارة المباراة البشرية هي انك انت كمدير المباراة البشرية بدأ على بابك في اسص لازم انت تحل وهذا عن حل الخلافات وان شاء الله يكونوا معنا في الخميس القادم مع حوار اخر كيف تتحدث مع موظفينك وتدير الخلافات او ما هي الحوارات البناءة داخل العمل سواء كان خلافات او غير خلافات وهذا صحي اخبي يحييكم من دبي مدينة المال والاعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة